السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في استفسارات يقي أنا دائما من بعض الأصدقاء على التوكتو الذي هم زيارة يحب يخرج لليمن فالبعض دائما يسألني يقول لنا خائف هل يسمح لي أخرج أو ضروري أخرج وأعمل خروج عودة من القوازات لا طبعا الخروج والعودة دائما للمقيم أما صحب الزيارة ما يحتاج خروج عودة أنت زيارة الآن دخلت أهلك مثلا قلسوا شهر شهرين ثلاثة خلاص حبوا يرقعوا اليمن خلاص شلهم على طول للمنفذ بالقوازات هم لما دخلوا وبصموا وظهروا عندك في أبشير خلاص ولما يخرجوا يروح للقوازات ويبصموا خروج ويختموا على القواز خروج وانتهى ويسقطوا منك من أبشير وإذا رجعوا مرة ثاني يبصموا دخول ويظهروا عندك في أبشير مرة ثاني على العموم الخروج بالنسبة للزيارة العائلية ما يحتاج تأشيرة خروج عودة يروح للمنفذ على طول بالقواز عادي ويأشر له خروج طبيعي ويخرج من المنفذ الطبيعي هذا كان رد على أحد الأسئلة فحبت أنا أنشوره علشان الجميع يستفيد لأنه في ناس فاهمين الآن في ناس الآن فاهمين وعارفين كل شي بس في ناس ما تعرفش في ناس تكون عادي أول مرة في ناس تحب تستفسير ويعني نفس أصحاب الزيارة العائلية وقت التقديد رغم أننا قد نشرنا منشورة كثيرة ووضحنا مثلا على التمديد في ناس إلى حد الآن مش عارف اللي يدخل من اليمن عادي يقدد أول مرة فيركن على التأمين حق اليمن فيروح يمدد من تواصل فيرد عليه ليس لديك تأمين ويشيك عبر مجلس الضمان يطلع له التأمين فعال فيستغرب كيف رد عليه ما فيش تأمين وأنا ممعي تأمين طبعا التأمين حق اليمن ما ينفعش هو يستخدم للثلاثة الأشهر الأولى يوم ما تدخل السعودية لما تقدد الثلاثة الأشهر القديدة لازم تعمل تأمين قديد ودائما خذوها مني نصيحة دائما يكونوا يعملوا تأمين لمدة سنة طبعا الأغلب كان يؤمن من شركات اتحاد الخليج كانت تمام مظبوطة لكن الآن حاليا هذه الأيام شركة اتحاد الخليج تخصم المبلغ ويطلع لك فاشل فتطلع لك وثيقة بدون ما يطلع لك في مجلس الضمان الصحي يعني أنت وحدك واحد تأمين يطلع والثاني ما يطلعش وتقلس تتصل لهم ولو سمحتم هذه الوثيقة وتقلس تراجع يوم يومين علشان ينزلوها فهمتم فدائما كون شوف شركة التأمين لحنا هي كانت اتحاد الخليج الراجحي الدرع العربي بس بالنسبة لاتحاد الخليج أنا حبي نبهكم هذه الأيام بالذات الذي يعمل تأمين أنت وحظك ربما تطلع معاك يربط معاك وربما ما يربط معاك هذه المعلومة الذي أحبيت أوضحها لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر